اشتركوا في القناة 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 أي أن كان هو مين بس المهم يكون حد يمثلك حد يكون النهاردة أمين عليك ويبتدي يخاف عليك ويبتدي يبعدك عن أي مشاكل ممكن تلاقيها من الأشخاص اللي تتعامل معهم أنا بالفت النظر لأن أي واحدة النهاردة عايزة تتشترك معنا لازما إذا كان في حد النهاردة ينوب عنها تبتدي ناخد بياناتها ونبتدي نعرض غير كده مش هنقدر لأن احنا النهاردة بنلاقي أن بعض الناس بتستغل هذا الأمر استغلال سيء ده بالنسبة للسيدات الحتة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها المصدقية ممكن نهاردة بلاقي واحد على سبيل المسال عايز تجوز وعايز العروسة توفر له السكن ووفر له كل حاجة طب هو ده يبقى جواز يعني عايز واحدة تبقى بسكن عايز واحدة تبقى يعني يعني ناقص أنه مثلا تجيب كمان تدفع له المهر وتدفع يعني ما ينفعش الجواز لازم يبقى بقاي مع القوامة القوامة أن الرجل النهاردة يتولى السيد ويبقى متكفل بكل الطلبات الزوجية هنبتدي النهاردة بإعلان معنا من أحد المشتركين اللي مشتركين عندي واللي أنا النهاردة بشوف بياناتهم واللي النهاردة ليه صورة بطاقة والليه صورة شخصية أنا عندي النهاردة ثلاث إعلانات لثلاث شخصيات بداية هو رجل وهو ميسكندرية وهو تاجر وبيدور على زوجة تانية طبعا أنا اللي بتكلم عليه ده شخص مشترك عندي بقاله فترة وملقاش طلبه فيبتدي يجدد إعلانه تاني وبيبتدي يعرض ظروفه تاني ومن هنا ببتدي أقول مواصفات وأقول بيانات وأقول رقم تلفون نبتدي الأول بالإعلان الأولاني للأستاذ اللي معانا وزي ما قلنا هو تاجر سكندرية مع منه ميسكندرية مع إنه من محافظة غير محافظة اللي احنا مقومين فيه احنا طبعا في القاهرة إنما الراجل جالي من إسكندرية ويشترك عندي بقاله فترة واللي عايز يعرفني يعرفني من خلال الناس اللي أنا النهاردة بعلن عنهم دول يعني أي حد النهاردة عايز يعرف الشخصية اللي هو النهاردة هيتعامل معها أو اللي شايف فيها أنه هو النهاردة ممكن أتعامل معه أو اللي ما تعملش يسأل الناس اللي أنا بتعامل معهم اللي هم يعني بالفعل اشتركوا عندي واللي فيه بيني وبينهم أي معاملات من هنا تقدر تعرف يعني جريدة ارتباط إيه ومن هنا تقدر تعرف برنامج ارتباط إيه عشان إذا كان هاي ناسبك هتيجي مش هاي ناسبك شوف لك حد تاني جرنا طبعا هو الأخ التاجر السكندري هو أربعين وبيدور على زوجة تانية عايزها جميلة متدينة يكون مؤهل ويفضل من خمسة وعشرين لثلاثين سنة وطبعا بياناته هتبقى دلوقتي موجودة معنا على الاسترباية وهو بيدور على أنسة أو مطلقة أو أرمالة ويفضل أن هي يكون بندون أولاده زي ما قلنا تقيم معاه في اسكندرية وهو ما شاء الله ميسور الحال ولما أقول ميسور الحال يعني أنا واثق أنه هو ميسور الحال لأن الراجل جيش ترك عندي وأنا النهاردة اتعاملت معاه على مدار فترة طويلة فبعرف الشخص إذا كان فعلا على قدر الأمر ده ولا ده نوع من أنواع الدعاية عشان يجذب به أكبر كم من الناس هنبتدي نقول رقم تليفونه وهو بالوقتي زي ما هو ظاهر عندك على الشاشة هو 012-082-8-04-9-5 عايزة نبه على حاجة النهاردة لما ببتدي يا جماعة أقول أن أنا عندي حد مشترك أنا بالتالي يقدر أعمل عليه كنترول ده الشخص اللي النهاردة لما ببتدي أنزله معانا في البرنامج أنا مسؤول عنه يعني يوم ما يحصل منه أي مغلطة أيا كانت بقى ممكن النهاردة أقدر أن أنا يعني يعني أبعده خالص عني وعن التعاملات معايا خلاص يعني ده أنا باثق فيه وبالتالي ببتدي أقدمه للناس وأنا واثق فيه يوم ما بيحصل منه حاجة بلغي الاشتراك بتاعه أنا بتكلم على ست راجل يعني أي حد النهاردة يوم ما يطلع منه أي حاجة تمس يعني البرنامج بتاعي أو تمس الكيان اللي أنا نهاردة بحاول أن أنا أبنيه معاكو اللي هو فكرة الجواز وجارية الترتباط ببتدي نهاردة يعني ما فيش عندي تفاهم في هذا الأمر عشان كده فيه ناس كتير قوي بيتخاف أنها تيجي تقابلني يعني بعض الناس عندي سيدة مثلا بالوقتي هعلن عليها بعد ما خلص الأخ النهاردة السكندري هي أنيسة سورية وتسعة وثلاثين سنة وهي مشتركة عندي والنهاردة جات حكتلي على بعض المواقف اللي قابلتها من خلال الإعلان الأولاني اللي هي عملته معي مش عايز أقول لكم أن من كتر الاستغطار بالناس أني ممكن تلاقي الستة رايحة واخدها مامتها معاها ورايحة في كفتارية عشان تقعد تقابل فلان اللي قاعد يتحايل عليها ويقول مواصفات وفي الآخر أول ما قاعد لقيت أن مواصفات غير اللي هو يعني إلا قالها فهل بنت حست أني مش ده اللي أنت عيل لي عليه في التلفون ومش ده اللي أنازل عشانه مع أنه معاها مامتها يعني مامتها مصرية وهي الأخت سورية ومع ذلك لقيت أن النهار ده الشخص ده مش مزبوط فقط خلاص إحنا ناخد وقتنا وناخد بعضنا ونمشي وخلاص يعني إحنا غلطين إحنا نزلنا أو إحنا غلطين إحنا ما كانش عندنا حد هو اللي يبتدي يقابل هذا الشخص ومن هنا الشخص طبعا حسب بأن هو يعني إيه يعني قال كلام والناس بتكدبه فرح سابهم في العطب دي أواحد أعمل تلفون أخب بعضه واسابهم في الكافيه ورح ماشي من غير حتى يعني مش عايز أقولك من غير ما يحاسب على الطلب اللي كان طلبه يعني شوفي مدى اللي ممكن الناس تقابله ليه أنا بقولي الكلام ده عشان النهار ده بنبه على كل سنت أيا كان حالتها وظروفها وأيا كان طلبتها الإعلان هو الحاجة الوحيدة اللي هتفيدك أن أنت تختاري بس عشان تختاري صح ما تعرضيش نفسك لحاجة غلط الغلط إيه أن أنت لازم يبقى معاك حد هو اللي ينوب عنك في هذا الأمر اللي فيها الكذاب وفيها الصادق لحد ما يتبين لو النهار ده الشخص ده كان النهار ده جيه قابل والدك أكيد ما كانش هيك يعني لو الشخص ده كان راح النهار ده قابل أخوك ما كانش هيك ده بديهي لأن استحاله هيروح يقابله ويقول لي بياناته ودي ما فيش ورق يعني هيقول له أنت جاي تلعب مع السلامة فده يعني أمر طبيعي عشان تحفظي نفسك من أي حاجة فيها عدم المصدقية إحنا النهار ده بنتمتع بكم كبير جدا من عدم الصدق بيننا وبين بعض فعشان نوصل مع بعض لأن أنت النهار ده تحقق اللي أنت عايزاه بعد إذنك أي واحدة ست حتى لو عندها خمسين سنة حتى لو عندها ستين سنة وبتدور على الجواز من باب النهية بس حد يقنس وحدتها لازم أن تختار له حد هو اللي يقوم بهذا الأمر هو اللي يرد على التليفون هو اللي يبتدي يقابل الناس ومن هنا يبتدي يتحقق من بيانات إن كان فيه نصيب ولأ أن البيانات تتقطابق مع الشخص قاله أهلا وسهلا تعالى في مقابلة تانية وابتدي بعد كده قابل العروسة وابتدي يشوفها حصل نصيب حصل ما حصلش ما فيهش حاج المهم إن إحنا النهار ده ما ندخلش بيتنا وما نبتديش نعرض نفسنا لحاجة إلا إذا كانت الحاجة دي تستاهل اللي يستاهل بالنسبة لنا الصدق مش عايز أكتر من كده عشان كده بنبه على كل واحدة ست عايزة تشترك معانا وعايزة يعني يستفيد من خبمتنا لازما يبقى معاك حد ينوب عنك طبعا أنا النهار ده لما بيجي النهار ده حد بيشترك عندي طريقة المساعدة بتاعتي هي الإعلان إن أنا أعمل إعلان وإن أنا أقول المواصفات وطبعا أنا عندي الأخت السورية اللي لسه كنت أتكلم عليها هبتدي أقول دلوقتي إعلانها وهننزل دلوقتي أعز محمد بالإعلان بتاع الأخت السورية وهي زي ما قلنا 39 سنة وهي مقيمة بمصر هي بالمناسبة أم مصرية وهي حد محترم متدين بالدور على حد يكون يعني مش طالبة طلبك كتير بس كل طلبة حد يكون على مستوى تحمل المزائل الزوجية ساكن يعني ما يجيش نهار ده واحد يقول لها هنروح نأجر مش عارف إذا أنت خش الشقة تجيبي مش عارف كذا تجيبي كذا ويحملها كل النفقات الزواج وهو يعني ينفعش هي كل طلبة حد يكون مقيم بمصر وهي ما بتقبلش الزوجة تانية وإذا كان دلوقتي الإعلام معنا برقم تلفونها ممكن نقوله دلوقتي يوسف محمد على الهواء موجود دلوقتي على الشاشة وهو التواصل بيها هي من خلال ما ميتها وإن كان في حد النهار ده هيبتدي أتواصل مع هذه السيدة اللي هي أنيسة 39 سنة وهي سورية ومقيمة بمصر هيبتدي بعد كده يجي أبني عشان يبتدي أتحقق من بياناتها دي الشخصية اللي مشترك عندي ها دي الخدمة اللي أنا بخدمها أعمل لها إعلام مرة واثنين وثانية تقول لي يكلم والدتها ويقول لها بيانات تبتدي بعد كده والدتها تدي له بياناتي اللي عنوان اللي هيجي أبني فيه وابتدي أتأكب من بياناته من هنا أو اللي هاتقب لي ده أو ما تقبلهوش ده محترم وصدق في بياناته اللي قاله هالك التوفيق من عند ربنا بس ده دوري اللي أنا ببتدي أعمله معه إن أنا بعمل عملية غربلة للأشخاص اللي هيكلم اللي هيكلم كل واحدة النهاردة أو اللي هيكلم كل واحدة مشتركة عندي هو ده الدور اللي أنا بقوم عليه إن أنا النهاردة بحياة ولا أبقى ولي ليهم فعدم وجود ولي ليهم فهي ده اللي أنا عايز أقوله زي ما قلنا هي أنسة تسعة وتلاتين سنة وهي مقيمة بمصرية وعايز حد مواهل عالي أعزب أو مطلق ويكون يعني لو معها حتى طفل واحد ما فيش مشكلة المهم إنه هو يكون مقيم بمصر ورقم التليفون زي ما هو ظهر قدامنا هو 0-3-3-3-4-8-2-0-9 طيب طولنا شوية في هذه الأمور أنا عندي برضو أعلان تاني هسيبه شوية وأبتدي أرجع له بعد ما هنبتدي نستعرض في بعض الناس في الحلقة اللي فاتت أنا ما ظهرتش بياناتهم فبالتالي النهاردة الراجل ده اتصل علي على مدار الأسبوع وقال بياناته ومن هنا ببتدي أعرض البيانات بتاعه مهندس هو كان مسامي نفسه هتلاقيه في الرسالة اللي موجودة واللي بتتعارب برقم تليفونه فارس هو مهندس مدني مطلق بدون أولاد وهو طبعا من المنصورة 33 سنة ويرغب في زوجة أي جنسية مطلقة أو أرمالة لا منع من وجود أطفال طبعا رقمه موجود معنا تحت الشخص التاني برضو اللي أنا كنت حاجب بياناته لحد ما يتصل علي طبعا أبقوله وبنبي يا جماعة أي حد النهاردة عايز يشترك معاه في الإعلام بتاعنا أو في البرنامج بتاعنا لازم نتصل عليها الأول عشان أخذ منه بياناته وعشان نبتدي أتعرف عليه عشان بعد كده هشوف إذا كنت هتعامل معاه ولا ما تعملش معاه فأي حد النهاردة عايز يعني يشترك معنا في البرنامج وشاف أنه ممكن نساعده يتصل علي قبل ما يبعت الرسائل عشان بعد كده أي حد هيبعت رسائل من غير النهاردة ما أنا يكون كلمني مش هطلع البيانات بتاعته 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 يكون كلمني مش اطلع 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 البيانات بتاعته من يكون كلمني مش أطلع الباناة 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 بتاعته 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 من 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 يكون كلمني مش أطلع الباناة بتاعته شكر للاتصالك دي أول مرة بتكلمنا فيها صح؟ والله حضرتك أنا بعت رسالة بس يعني يظهر كده طبعا الرسال بتاعته متميتش حضرتك هكذا مرة بتوصل بحضرتك وقبلك ما عارفش هتوصل معك طي أي مرة بعد كده هتبعت لنا رسائل لازم أن تكلمني قابليها عشان أخد منك الباناة عشان نبتدي نعرض الرسالي اتفقنا وشكرا لكم لاتصالك أستاذ عبرحيم أستاذ عبرحيم من أنا 46 سنة مع القرآة مدرس القرآن وبيدور عزوجة تانية ويفضل إن هي من أي محافظة فيش مشكلة ممكن ياخد شقة في أي مكان هي فيه غير المحافظة اللي هو منها في الأصل رقم تلفونه 01483712 طبعا هنبتدي نتكلم شوية عن الجريدة واللي إحنا النهاردة بنحاول نوصله للناس معنا عايز أقول شوية ببيانات عندي في قلب الجريدة يا جماعة عشان خطر من باب العلم يعني إحنا عندنا الطبعة التانية اللي إحنا نزلنا بيها دلوقتي في السوق وهي فيها ما يقرب من حوالي 1200 حالة كل حالة بتبقى أخضى رقم فيه بعض الناس بعتلينا رسائل فيه ناس مشتركة فيه ناس كتيرة جدا بعتلينا على مدار البرنامج من بداية شغلنا ناس بعتها رسائل للقناة وكل الكلام ده كله بيبقى موجودنا عندي في قلب الجريدة ببيعها للسيدات بلا إن هي مش هتفيدهم لأن عدد الرجال اللي عندي أنا ما بنزلش أي راجل في قلب الجريدة دي إلا اللي عندي ليه بيانات كاملة واللي عندي ليه صورة بطاقة وصورة شخصية واللي من هنا أبتدي أبقى واثق فيه إن ما يقزنيش ولا يقز الناس فعشان كده ما بنزلش ألا المشتركين بالنسبة للسيداتها ممكن أساعد أي واحد ست اللي بتبعت لنا رسال القناة اللي بتبعت العشر رسال اللي بتتصل علينا مدخلات تلفونية زي ما بنشوف وتبتدي من هنا نتواصح مع هذه السيدات طبعا هنستعرف بعض البيانات إحنا زي ما قلنا عندنا حوالي 1200 حالة موجودين في الجريدة هي حوالي 60 صفحة هقول بعض البيانات منها كده هتلاقوها حتى دي من ضمن الحاجات اللي بتيجي وبتبقى موجودة عندنا في مثلا أنيسة من ضمن الناس اللي موجودة هي 29 سنة ومتدينة وحفظة القرآن موال فوق متوسط وعايز زوج متدين طبعا رقم تلفون بيبقى موجود في حد تاني برضو جامعية 30 سنة مارحة متدينة رقية فكريا عايزها برضو وهي مفصلة وهتلاقي برضو هذه السيدة بعتنى نهاردة في الحلقة وهي بتبقى نازلة برقم تلفونه عايزها حد يكون راقي ويكون خلق وصادق وميسور وسن مناسب وتقول أن هي عايزة رقمي للجدين وتبقى متابعة معنا في امرأة خمسينية جامعية رقية رومانسية حنونة للرجل طقي محترم مركز مرموك وراقي وقاهري وصادق وطبعا رقم تلفونها في صندوس أنيسة جامعية قاهرية راقية متدينة جميلة طويلة وزن مناسب وهو يكون متدين طبعا كل ده بيبقى كل واحدة ستة برقمها بحروية مثلا بيتدور في أماني مثلا الشرقية 36 سنة وهي مؤاهل عالي ومتدينة وعايزة حد شخص جد في الارتباط أعظم طبعا كل ده من ديب الناس اللي معانا هنكمل بعد ما نبتدي ناخد الاتصال اللي معانا أهلو تفضل ابتسام أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا بيك يا ابتسام تفضلي أنا عنيسة ازيك أستاذ محمد الحمد لله والله يكريمك أنا بعدت لحضرتك الجواب ومش عارفة وصل ولا ما وصلش منين انت يا ابتسام بعتيلي من اسكندرية من اسكندرية طب مواصفاتك ايه؟ أنا عنيسة 38 سنة انا عنيسة 38 سنة أيضا اسكندرية أيضا مشا مواهلك الدراسي ابتسام مواهلك الدراسي مواهلك الدراسي مواهلك متوسط مواهلك متوسط متوسط كويس طلباتك ايه للشخص اللي انت بتدهار عليه انسانية ايه ربنا فيه مسكندرية الاول مقايدة مسكندرية شرط ان هو يكون مسكندرية او اي محافظة اي محافظة قريبة مسكندرية او حاجة قريبة مسكندرية ماشي السن بتاعه مسلا لحد كم سنة من ممكن من 39 لحد 45 من 39 لحد 45 اي والمؤهل الدراسي بالنسبة لك فارق الحل الاجتماعية فارقة لا مش فارق حضرتك لا الحل الاجتماعية تقبالت بزوجة تانية ممكن ميسور الحال يعني ميسور طبعا اكيد ميسور الحال ولا تقبال الزوجة تانية ليه ما حولتيش تتصل بينا من قبل كده حتى تسأليني الوراء بتاعك جيه ولا ما جايش اتصلت بحضرتك في التليفون في المحمول ما كدش حد بيروت تعرف انا على طول التليفون شغال ومش عايز اقولك ساعة كتير او باخد يعني اتصالات متأخر جدا يعني عليها ناس تتصيد فيصعب عليها ان هو كلف نفسه ست او راجل اكسم بالله العظيم قبل الحلقة بنص ساعة طيب طيب قولي لي رقمك يا ابتسام كم معلش مش عايز اظهر على الشاشة طيب خلاص احنا مبدئيا هنقول للمواصفات اللي انت عايزها هو الرقم هيبقى موجود معايا وهي زي ما احنا ما قلنا كده ابتسام انا عايز اذا كنت حب تكلميني بعد الحلقة او اذا كان فيه مثلا ملحوظ عايزين نتفق عليها مع بعض الاعلان يا ابتسام لازما يبقى فيه رقم تليفون جديد ويبقى مع وليه امرك ومن هنا اقدر اساعدك اساعدك ازاي ان انا النهاردة بعملك اعلان باكد بياناتك دي حاجة ان الست دي مشتركة عندي الحاجة التانية اللي اقدر اخدمك فيها لو هو اتصال دلوقتي معي ان انا النهاردة لو حد يكلم وليه امرك وهو نزل قدر ان وليه امرك يشوفه يبخره بركة ويتأكد لك من بياناته انما كانش انا ممكن اقوم بالدور ده طالما انت خلاص وارك عندي وعندي ليك صورة بطاقة وصورة شخصية انا متأكد من هذه الشخصية فبالتالي اقدر اقوم بالدور ده فهي دي مساعدتي ليكي ان النهاردة اقدر انا وليه امرك لو انت حد بيكلمك من القاهرة بيكلم والدك او والدتك يبتدي يجيلي وابتدأ تأكد لك من بياناته واكد لك المعلومة انما كانش هيروح لحد وليه امرك ومن هنا لازم اعلام برقم تليفونك عن طريق الرسال والتصل علي هقولك هنعمل ايه باذن الله مع بعض شكرا لك يا ابتسام نبتدي نكمل زي ما قلنا يا جماعة ممكن نكون في بعض الناس في بداية الحلقات معانا اشتركت وقلب بياناتها ومن هنا بعتتها لي عن طريق صورة بطاقة وصورة شخصية وسكتت انا النهاردة بقول وكررتها للناس اللي بعتتلي واللي اشتركت معايا يا جماعة انا النهاردة اقدر اخدمك ان انا بقوليه ليكي تعمل اعلان عن طريق الرسال اللي احنا بنتكلم عليها مش شرط ان احنا النهاردة نزهر رقم تليفونك او الرقم الاساسي بتاعك او بتاع وليه امرك نجيب رقم تاني ونبتدي النهاردة انا بقوم بهذا الدور لو في حد النهاردة اكلم والدتك او كلمك وعايزة تتأكد من بياناته يبتدي من هنا انا اشوف لك هذه البيانات وهبتدي اكده لك اذا كان صحيحة ولا لا وابتدي اطمنك عشان خاطر لما يخش بيتك يخش بيتك حد محترم طبعا عندنا هنا برضو من ضمن الناس اللي موجودة في الجريدة هنلاقي في سودانية موجودة في القاهرة مطلقة بدون 27 سنة رشيقة والملامح ومثقفها وعايزة راقي لحد 50 سنة ومثقف وطبعا رقم تليفونها في حد تاني برضو من ضمن الناس اللي موجودة عندي محاسبة هي راقية 36 سنة مطلقة وعندها طفل 8 سنوات وعندها لدي ساكن عايزة قاهري وعايزة جامعي كموه العالي برقم تليفون طبعا انا بستعرف بعض البيانات اللي موجودة عندي وزي ما قلنا يا جماعة كام كبير جدا من الاختيار لو كل رجلي النهاردة بيلاقي في الجريدة 1200 واحدة موجودين بياناتهم بارقام تليفوناتهم طبعا من هنا لو قلنا يعني مش هنتكلم ان احنا عايزين نوصل لدرجة مثلا ان ال 1200 كلهم يناسبون يناسبوا هذا الشخص هنقول بس يعني 10% 10% يعني 120 حالة 120 حالة انت بتتواصل معاهم بس المهم تبقى صادق المهم ان انت لما تشترك جريدة وتروح تقابل الناس تبتدي تقول فعلا بياناتك وتطبقها بالورق اللي انت تستعرضه معنا اتصال تاني تفضل تفضل علي صوتك اسمها وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي علي صوتك بس معايا تفضلي كم سنة مها 44 44 سنة مطلقة ولا انيسة لا انيسة انيسة منين من مدينة مصر قاهرة يعني ايه من القاهرة اوه معاك مؤهل الدراسي بتاعك ايه اسمها ايوة المؤهل المؤهل بتاعك المؤهل معايا بكل بيوت حسب ايلي طيب مؤهل عالي اوه ماشي تمام طلباتك ايه للشخصية اللي انت بتدور عليها امها والله هيكون مناسب وكون متدين وعلى خلق وكون وعنده شقة مهم ان يكون عنده سكن مقايدة بالقاهرة يعني مرتبطة بالقاهرة بتشتغلي في القاهرة او حاجة مرتبطة بالقاهرة يعني لو الزوج ده من اي محافظة من محافظات مصر هتقبالي بهذا الامر ماشي مفيش مساكل مفيش مشكلة لا مفيش مشاكل الشهادة بتاعه تفارق معاك ان هو يبقى معاش شهادة عليا ولا لا اوه ممكن غاية معهد او معهد متوسط ماشي ما خلتيش ليه والدك او اخوك او اي حد من عندك يتصل هو اللي يعمل اعلان ده والله انا والدتي مش بتعرف في الموضوع ده هو والدي مريض مم مستامع علي صوتك بس شوية لا اعيزي انا مفيش مشاكل ان انا لابتصل يعني مفيش مشاكل طب لو في حد دي عايز يقابل هيقابل من هيقابلك انت شخصيا ولا هيقابل حد تاني عندي اخوك هيقابلك توي كويس ناخد رقم التلفون يا مهة اللي انت هتبتدي اي حدي هتواصل بي بيك عن طريقه رقم الكم زير احداشر زير احداشر زير احداشر خمسة تمانية خمسة تمانية تسعة 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 تسعة. متين وسبعين. كم? متين وسبعين. سبعة اتنين. بس انت قلت رقم تاني غير الرقم ده اماها. نعم. انت مالتينا في الكنترول رقم تاني غير ده. اه اه. اه. لا ده ده اكتر. يعني التاني ممكن ما يكونش شغال اوي. طيب. عمتا مفيش مشكلة. اه الرقم ده هيكون مع حد من اولياء امورك اذا كان اخوكي او حاجة ولا هيبقى معاك انتي. لا هيبقى معي انا. هيبقى معاك انتي. اه. انما في حالة المقابلة هتبعاتي احد من اخواتك هو اللي يقابله. او. طيب احنا اه نقبل بزوجة تانية. لا. لا ما تقبليش بزوجة تانية. لا ما فيش زوجة تانية لا. ولا وجود اطفال. مش عايز اولاد. ولا وجود اطفال لا. مم. ما هي دي المشكلة مما موجود الاصفال مفروض. ممكن يكون ارمل او مطلق مفيش مشاكل بس اه وجود اطفال لا. والله انا عايز بس اهم حاجة اه يعني اه ما تزهيش من الناس اللي عادة تتكلم واللي هتقول لك بيانات. اه اهم ما في الامر ان يبقى عندك حد يتولى هذا الامر معاكي. وهو يبتدي يقابل الناس اللي هتكلمك. ويفضل هو اللي يرد كمان على التليفون. يعني عشان محدش يقول لك اي حاجة يعني تجرح مشاعرك ازا كان كلام او رسالة او حاجة من هذا القبيل. ونتمنى لك التوفيق والتوفق في هذا الامر. شكرا لك يا مهة. مهة اربعة واربعين سنة من الخيارة مدية ناصر. هي مؤاهل عالي. عايزة حد سن مناسب. لا يشترط المؤاهل. اه يفضل اه ما يكونش عنده اولاد اه في نفس الوقت اه اه مش مش هتقبل بزوجة تانية. ورقم التليفون اللي هي هتبقى ازا كان في حد النهاردة عايزة توصل بها مباشرة نزيل واحداشر خمسة تمانية تسعة تسعة سبعة اتنين. اتمنى لها التوفيق واتمنى لكل واحدة اه ان هي يعني اتبعنا في الحلقة وكل راجل عايز يجي يشترك معنا في البرنامج بتاعنا في الحلقات اللي جاية يتصل عليها اولا عشان ابتداخل بيانات وعشان مش هنظهر اي بيانات لاي حد الا ازا كان النهاردة فيه اتصال مسبقا اه اتمنى لها التوفيق اتمنى لكل واحدة لجأت لينا ان هي تلاقي الطلب واتمنى المصدقية من كل راجل بيتفرج علينا مع كل ست بيكلمها واذا كان بيكلم وليه امرها هيكون محترم ويبتدي يساعدنا ان احنا نعمل عمل لانه جاهز عليه في الدنيا الاخرى وشكرا لكم كل المتواصلين وكل مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة